السلام عليكم طلابي العزاء عدنا وياكم بالمحاضرة الرقم 2 من سلسلة محاضرات رياضيات الخامس علمي أخذنا طلابي بالمحاضرة السابقة الدائرة أخذنا الحالة الأولى والحالة الثانية الحالة الأولى من يطلب من عندك بالسؤال جد معادلة الدائرة القياسية كان ينطيك بالسؤال كان ينطيك نصف القطر والمركز هذا التطبيق مباشر الحالة الثانية كان ينطيك نقطة وينطيك المركز هناش نستفاد من النقطة والمركز نستفاد من عدهم بقانون المسافة حتى نطلع نصف القطور وبعدي طلاب بالخطوة الثانية يقول تستخدم قانون المعادلة القياسية وأخذنا مجموعة من الأسئلة كلش كافي على الموضوع ووطيتكم بنهاية المحاضرة سؤال اليوم طلاب راح ناخذوا ياكم الحالة الثالثة همين طلاب راح يطلب من عندك معادلة قياسية والحالة الثالثة يقول إذا أعطى نهاية قطر في الدائرة إذا أعطى نهاية قطر في الدائرة خطوات الحل جدا سهلة انتبهوا يا طلاب هنا طلاب النقطة الأولى اللي هي بخطوات الحل أولا نجد إحداثي المركز هو راح يطيك بالسؤال تعال خلنجل السؤال نشوفه حتى نفهم الخطوات يقول جد معادلة الدائرة التي نهايت أحد أقطارها النقطتان بي وان أربعة بخمسة وبي تو سالي بثنين بثلاثة إذن هنا سؤالك راح يطيك نقطين بالسؤال وذول النقطين شنستفاد من عندهم؟ أولا نجد إحداث المركز اللي هو أتشب كي باستخدام قانون المنتصف طلاب هذا القانون أحتقد جديد عليك يعني ما أحتقد دارسينا بالرابع هو بالثالث متوسط بالكورس الثاني بس بما أن الكورس الثاني السنوات السابقة حذف فهذا القانون طلاب يحفظه قانون المنتصف وأحتقد ما أخذينا ما أخذينا بالرابع بالفصل السادس صح فهذا القانون طلاب اللي هو X1Z X2 على 2 فارزة و Y1Z Y2 على 2 راح يساوي لك راح يساوي لك أتشب كي واضح هاي الخطوة الأولى والخطوة الثانية نجد المسافة صار بما أنه صار عندك بالسؤال صار عندك مركز من هاي الحالة وعدك نقطة عدك طبعا نقطتين بالسؤال واضح؟ إذن تأخذ وحدة من النقاط وتأخذ المركز نطلع المسافة بين أحدى النقطتين B1 أو B2 مع المركز حتى شو تطلع تطلع نصف القطور واضح هاي الحالة الثانية اللي أخذناها هذا القانون اللي هو المسافة بين نقطتين أخذناه بالدرس السابق والحالة الثالثة يقول نستخدم المعادلة القياسية اللي هي X ناقص H الكل تربيع زايد Y وناقص K الكل تربيع يساوي لي شنو R تربيع هسا طلاب ذن الخطوات ما رح تفهمهن إلا بعد ما نأخذ آن وياكم المثال الأول يقول هنا بالمثال جد معادلة الدائرة التي نهايت أحد أقطارها النقطتان زين نكتب هنا طلابي الحل هذول النقطتين شا استفاد من عدهم استفاد من عدهم أطلع المركز من يا قانون قانون المنتصف تعال نزل لي ياهم B1 رح يمثل لك 4 5 و B2 رح يكون سالب اثنيا رح يكون هنا عندك شنو سالب اثنيا سالب اثنيا فارزة 3 هذول أهم ينحدد لي ياهم هاي بكيفك قول هنا X1 Y1 و X2 Y2 هذول النقطتين استفاد من عدهم قانون المنتصف حتى شا طلع أطلع المركز اللي هو C افتح قاوس احفظه اياي هذا القانون X1 زائد X2 على جقيد على اثنيا فارزة دير بالك خلي فارزة Y1 زائد Y2 على جقيد على اثنيا سد القوس اتبع عليه هنا عندك زائد هسا طلاب نجي نعوض C ساوي اكتب الخط للكسر ماتك X1 اشقيد اربعة نزل هنا اربعة زائد X2 اشقيد اللي هي سالب اثنيا باوع هنا افتح قاوس سالب اثنيا سد القاوس على اشقيد على اثنيا فارزة Y1 اشقيد Y1 هاي Y1 5 زائد Y2 اشقيد قيمتها قيمتها 3 على اشقيد على اثنيا سد القاوس زي C افتح قاوس خط كسر عندك هنا اربعة زائد سالب اثنيا هنا الاشارات شبيهة مختلفة نطرح وناخذ اشارة العدد الاكبر اربعة ناقص اثنيا راح يكون اثنيا على اشقيد على اثنيا فارزة هنا عندك الاشارات متشابهة 5 زائد ثلاثة ثمانية ثمانية على اشقيد على اثنيا هذا هنا اشراح يمثلك هسا بسط لياها طلاب بسط لياها اثنيا على اثنيا اشقيد يطيق يطيق واحد فارزة واثمانية على اثنيا راح يطيق اشقيد اربعة هذا طلاب يمثلك المركز اللي هو HBK واضح هاي طلاب اختصار اثنيا واثنيا طاني واحد هاي بها واحد وهاي اشقيد بها اربعة هاي طلاب لو نرجع وياك للنقطة الاولى يقول نجد احداثي المركز باستخدام قانون المنتصف اذا من قانون المنتصف اقدر اطلع المركز جيد هسا راح نرجع ويا للحالة الثانية من عندك مركز وعندك عندك شنو وحدة من النقاط شا استفاد من عدهم استفاد من عدهم انه اطلع نصف القطر من يا قانون قانون المسافة بين النقطة والمركز هذا القانون اللي هو تحت الجذر X2 ناقص X1 لكل تربيع زائد Y2 ناقص Y1 لكل تربيع هسا طلاب الخطوة الثانية راح نطلع نصف القطر اللي هو R يساوي المسافة بين B1 اخذ B1 عادي ماكو مشكلة اخذ B1 بس اريد انزل هنا حتى نكتب النقطة اللي راح ناخذ هسا نزل B1 جيب B1 او B2 عاد ميهم واضح اهم شي يكون مسافة بين النقطة والمركز 4 5 والمركز اللي طلحت اش قد طلحت راح يكون 1 ب 4 هسا طلاب هذول احدد لياهم هايا افرضها انه تمثلك X1 وهايا Y1 وهايا X2 وY2 اذا هنا طلاب نكتب القانون مالتنا R يساوي المسافة بين B1 C يساوي قانون المسافة اللي هو X2 ناقص X1 الكل تربيع زائد Y2 ناقص Y1 الكل تربيع هذا وين موجود تحت الجذر زياد R يساوي B1 C يساوي يلا X2 وينها X2 X2 تمثلك 1 1 ناقص ناقص X1 اش قد 4 الكل شنو الكل تربيع زائد Y2 اش قد عدك Y2 4 4 ناقص اش قد ناقص 5 الكل تربيع هس طلاب R يساوي B1 C يساوي تحت الجذر 1 ناقص 4 نطرح ناخذ شارط الاكبر رح يطلع عده سالب 3 الكل تربيع زائد 4 ناقص 5 رح يكون سالب 1 الكل تربيع اذن R يساوي B1 C ساوي تحت الجذر هنا طلاب سالب 3 تربيع معناها سالب 3 فيه سالب 3 ما سيكون عندك دير بالك مو تكتب لستة يعني معناها ده اضرب 3 بنفسها ورثيا سالب في السالب موجب اذا رح يكون 2 شنو عندك 9 زائد سالب واحد فيه سالب واحد اذن موجب واحد وبالتالي رح يطلع عده هذا الناتج رح يطلع 10 واضح طلاب هذا شيمثل لك طلاب شيمثل ثواني هذا رح يمثل لي الار واضح اذن هنا طلاب لو نرجع وياك نرجع وياك هنا يقول نجد المسافة بين احدى النقطتين بي وان او بي تو مع المركز وهي تمثل الار من هذا القانون اذن طلاب صار عندي بالحل صار عندي نصف القطر او عندي المركز اقدر هسا شطلع اطلع معادلة الدائرة باستخدام المعادلة القياسية نجي نكتب القانون مالتنا اذن الار صار عندك صار عندك جذر عشرة والمركز طلعناه بالخطوة الاولى اللي هو واحد باربعة هسا نجي نكتب القانون مالتنا المعادلة القياسية اكس ناقص اتش الكل تربيع زاد واي ناقص كي الكل تربيع ويساوي لار تربيع هسا طلاب الاس ينزل الاس يشقد قيمتها هذا يمثلك اتش بكي واضح اذا ناقص واحد الكل تربيع زاد الواي ينزل الكي يشقد عندك اربعة الكل تربيع ويساوي اهنا طلاب عندك تحت الجذر عشرة هذا يمثلك شنو نصف القطر اذا هنا اكس ناقص واحد الكل تربيع زاد وي ناقص اربعة الكل تربيع ويساوي عندي خاصية بالرياضيات التربيع يروح مع الجذر راح يطلع عندي عشرة وهو المطلوب المعادلة القياسية للدائرة اذا طلاب هذا السؤال هو عبارة عن شرح خطوات الحل اليك يعني خاف مثلا ما فهمت اذا طلاب اذا اعطى نهاية قطر شنو يعني نهاية قطر يعني مطيك هنا طلاب نقطين B1 X1 Y1 و B2 راح يمثلك X2 بارزة Y2 اذا هنا راح نطين بالسؤال نقطين ذول النقطين شا استفاد من عدهم الخطوة الاولى نجد احداث المركز باستخدام قانون المنتصف دير بالك حفظ هذا القانون هذا راح شنطلع من عنده راح نطلع من عد المركز والخطوة الثانية نجد المسافة بين احد النقطتين اللي هو عندك نقطة 2 B1 أو B2 و عندك هنا المركز من قانون المسافة بين النقطة والمركز يمثلك شنو نصف القطر اذا صار عندك نصف القطر و عندك هنا المركز من الخطوة الاولى و ترجع للحالة الاولى اللي هو تستخدم قانون المعادلة القياسية للدائرة هذا هو طلاب مثال رقم 2 مثال رقم 2 سيكون فقط تغيير ارقام لا اكثر ولا اقل هذا المثال الطلاب يقول هنا جد معادلة جد معادلة الدائرة التي نهايت احد اقتارها النقطتان نبطيك هنا النقطة الاولى حتى نفسح هيا ساكتب لك هنا النقطتان هاي هنا راح اتمثلك 2 فارزة سالب 3 و 4 فارزة 1 واضح طلاب طبعا هذا سؤال رقم 3 تمارين 3 1 صفحة 53 يعني اذا يعني تدرون انه انا احل لك شنو امثلة وتمارين حتى يكون انه الافكار كلها مش شابهة بالحالة الوحدة يعني مثلا تمام زي هسا خلنبسح هذا طلاب حبايب رجعنا وياكم للمثال رقم 2 هذا المثال طلاب منطينا هميا هنا نقط T اللي هو Y 1 وهنا عندك X2 وهنا عندك Y2 زي احناش قلنا طلاب من ينطيني نقطيا طلابي من ينطي نقطيا نجد احداث المركز اللي هو C HK باستخدام قانون المنتصف يعني ذول النقطين اللي مطنيا بالسؤال استفاد منعدهم قانون المنتصف اطبق حتى شه طلع المركز واضح اذا هنا C ساوي شي ساوي لك X 1 زائد X2 على 2 فارز Y1 زائد Y2 على 2 سد القاوس هسا نجي نطبق خطوة خطوة طلاب دير بالك حتى ما تخطى بها هنا 2 تنزل X1 هو 2 زائد X2 قيمتها X2 X2 4 هنا فارز و Y1 هو قيمة X2 سالب 3 زائد هسا قلنا هنا X2 سالب 3 Y2 1 على X2 على 2 C نزل هنا 2 2 زائد 4 رح يطيك هنا X2 6 فارز وهنا عندك سالب 2 هنا نطرح وناخذ شارط الأكبر رح يكون على 2 هسا هنا نجي نبسط أكثر إذا نسي هاي بها 1 وهاي بها 3 إذا رح يكون 3 فارز سالب 2 على 2 رح يكون سالب 1 هذا اللي طلعنا طلاب هذا اللي طلعنا يمثلك المركز اللي هو H F K تمام هسا طلاب الخطوة الأولى طلعت المركز نرجع للحالة الثانية الحالة الثانية من كان عندك نقطة ومركز تستخدم قانون المسافة بين أحد النقطتين اللي هو طبعا عندك نقطتين هنا B1 أو B2 حتى شط طلع طلع R من قانون المسافة إذا نطبق قانون المسافة ناخذ هنا نختار B2 ليش B2 رح اختار ها لأن أفضل حتى تتخلص من السالب لأن B1 بها سالب إذن B2 رح يكون أربعة بواحد أربعة فارزة واحد والمركز اللي طلعنا اللي هو رح يكون ثلاثة بسالب واحد زياد هسا شنسوي هنا طلاب نكتب قانون المسافة بين النقطة والمركز اللي هو يمثل R ويساوي لي B2 C ساوي تحت الجذر X2 ناقص X1 الكل تربيع زائد هنا Y2 ناقص Y1 الكل تربيع هذا يكون تحت الجذر R يساوي B2 C ساوي زياد X2 قيمتها طبعا هنا تجي تحدد هم ينتج هنا تحدد أفرض هاي X1 وهاي Y1 وهاي عندك X2 وهنا عندك Y2 هسا نجي طلاب X2 قيمتها X2 هاي X2 اللي هي ثلاثة ناقص X1 قيمتها 4 الكل شنو الكل تربية زاد Y2 قيمتها السالب 1 ناقص ينزل وهاي يجد قيمتها هنا طلاب Y1 1 الكل تربية إذن هنا طلاب نجي نطلع الناتج مالته اللي هو R يساوي B2 C يساوي تحت الجذر طبعا هنا الإشارات مختلفة نطرح مناخذ إشارة الأكبر رح يكون سالب 1 الكل تربية زاد هذا هنا الإشارات متشابهة نجمع وننزل وحدها من إشارات إذن 1 زاد 1 رح يكون 2 سالب هنا طلاب إذن R يساوي B2 C يساوي هذا هنا سالب 1 فيه سالب 1 باوع هنا سالب 1 رح يكون سالب 1 فيه سالب 1 رح يكون موجب 1 إذن رح يكون هنا موجب 1 زاد هنا عندك سالب 2 تربيع إذن هنا سالب 2 فيه سالب 2 رح يكون موجب 4 إذن نزل هنا 4 إذن رح يكون هنا جذر 5 هذا يمثل لك يمثل لك R واضح إذن هنا يمثل لي يمثل لي R جيد أس هنا طلاب نمسح لك هاية تبع علي طلابي هس هاي الخطوة طلابي طلعنا طلعنا نصف القطر اللي هو R طلعنا جذر 5 وعندك المركز إذن طلعنا المركز بالخطوة الأولى اللي هو يمثل لك 3 بسالب 1 واضح إذن هنا الخطوة الثالثة يقول نستخدم المعادلة القياسية اللي هي H أو X العفو ناقص H الكل تربيع زائد Y ناقص K الكل تربيع ويساوي لR تربيع إذن هنا X ناقص الH هذا يمثل لك H وهذا يمثل لك K راح يكون هنا ناقص 3 الكل تربيع زائد وهنا عندك Y ناقص هنا تنتبه Y ناقص هنا عندك بالقانون سالب وهنا عندك سالب راح يتحول موجب 1 يتحول موجب 1 لكل تربيع ويساوي هذا الجذر من تخليه بالتربيع راح يتحول لك يتحول لخمسة يلا هسا نكتب بعد ما يهم ناقص تربيع إذن هنا X ناقص 3 الكل تربيع زائد هنا Y زائد 1 الكل تربيع ويساوي لخمسة هذا طلاب طلع عشقيد عدي يساوي لخمسة هاي هنا وهو المطلوب معادلة الدائرة القياسية زي هذا هو طلاب بالنسبة للحالة الثالثة كمناها وياكم كلش مهمة يجيك بالامتحان سؤال جد معادلة الدائرة التي نهاية أحد أقطارها النقطتان إذن بهاي الخطوات تقدر تطلع معادلة الدائرة القياسية هسا طلاب نروحوا وياكم للحالة الرابعة طلاب العزاء وصلنا وياكم إلى نهاية المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ لك الحالة الرابعة الحالة الرابعة عليها مثال واحد كلش بسيط إن شاء الله راح نطبق وياكم وعدي قانون حتى إن شاء الله نختم وياكم المحاضرة الثانية أخذنا أربع حالات بالمحاضرة الثالثة إن شاء الله نكمل بقية الحالات الحالة الرابعة طلاب يقول إيجاد معادلة الدائرة عندما يعطي المركز بالسؤال مثلا عندك هنا انتبهوا جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل هسألوا نجي هنا طلاب نكتب الحال المركز راح يكون شنو عندك هنا صفر أو صفر زياد عندما يعطي يعطي المركز ومعادلة المستقيم شراح نطيك بالسؤال وتمس المستقيم الذي معادلته ثلاثة اكس ناقص اربعة وي ناقص خمسطعش يساوي لي يساوي لي صفر إذن هنا راح نطيني مركز وراح ينطيني معادلة مستقيم شنسو طلاب تعالوا إياك انتبه نطبق قانون المسافة الرأسية بين المستقيم أل هنا طلاب شوف عندك هذا مستقيم أل هذا شي يمثل لك يمثل لك المعادلة المعادلة اللي هي اي اكس زائد بي واي زائد سي يساوي لك شنو يساوي لك صفر هذا هنا يساوي صفر والنقطة الخارجة عنه والنقطة الخارجة من هذا المستقيم اللي هي راح يطيك هنا اكس واحد واي واحد واضح؟ إذن هنا طلاب ايش راح نسوانه إياك راح نسوي قانون المسافة أو نطبق قانون المسافة الرأسية بين المستقيم الذي معادلته والنقطة الخارجة عنه باعتبار هاي عندي نقطة اللي هي تمثل لك اكس واحد وهاي اش يتمثل لك يتمثل لك واي واحد زيان طلاب لو جينا أنا ويأكل هاي المعادلة هاي المعادلة اللي هي ثلاثة اكس ثلاثة اكس ناقص اربعة واي ناقص اخمص طعش يساوي لك يساوي لك صفر هنا طلاب لازم عندك الاي ولازم عندك البي ولازم عندك السي الاي هو معامل الاكس والبي هو معامل واي والسي هو معامل اللي هو الخالم للمتغيرات اذا طلاب الاي معامل هاي طبعا اكتبه لك طبعا بالامتحان هو ما مطلوب بس احنا للتوضيح اذا الاي هو شنو معامل اكس معامل اكس هنا راح يكون شنو عندك معامل اكس شي ساوي لك اذا احنا راح يكون اي معامل اكس شقد يساوي يساوي ثلاثة وانا معامل اكس هذا معامل اكس هذا هذا معامل اكس واضح طلاب اللي هو شمثل لك يمثل لك ثلاثة والبي راح يكون شنو معامل واي وانا معامل واي هذا معامل واي القيمة مالته هي شنو سالب اربعة والس يكون الحد الخالي من المتغيرات راح يكون الحد الخالي من المتغيرات وانا الحد الخالي من المتغيرات هذا هو اشارته دير بالك هو اشارته راح يساوي لك سالب 15 واضح اذا صار عندي الاي ثلاثة والبي سالب اربعة والس سالب 15 واضح اذا هنا شنو نجي نطبق القانون مالتنا اللي هو قانون المسافة بين نقطة او عفوا المسافة قانون المسافة الرأسية بين المستقيم ال والنقطة الخارج عنه تمام هسه طلاب نجي لك هنا سوي لك هذا هنا الكسر حتى يطلع عدل هذا دخل المسحة طلاب شوية انت شوية يطلع ارتب اهنا عدل ان شاء الله ها اهنا نبعد ها اني ما يطلع ما يرضى شو يعني ما يخالف خلن نجي ها سهو ذاهي اه شوف ده يخطها بس ليش ما يخطها ما ادري يلا ما يقالف بعدنا الجديدين عليها هاي الشغلة هاي الجديدين عليها يلا ما يقالف نجي نكتب القانون المالتنا مطلق ax1 z by1 z c هذا تحت المطلق على تحت الجذر اللي هو اي تربيع زائد b تربيع انتبه عليها طلاب هنا طلاب نجي نكتب 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 القانون المالتنا نجي نعوض تحت المطلق اي اشقد قيمتها ثلاثة تكتب هنا ثلاثة ثلاثة اكس اكس واحد اكس واحد مين جبتها جبتها من المركز اللي هي تمثلك شنو الصفر اكس واحد راي يكون شنو الصفر زائد b قيمتها سالب اربعة اذن هنا سالب اربعة في y واحد هاي y واحد من المركز اللي هو صفر زائد زائد شنو زائد السي السي جبت قيمتها سالب اخمستعشر تكتب هنا سالب اخمستعشر هذا كله تحت المطلق تحت الجذر راح يكون اي جبت اي ثلاثة ثلاثة تربيع زائد ال b جبت قيمتها قيمتها سالب اربعة الكل تربيع اذن هنا d ساوي طبعا هذا هنا d طلاب راح يمثلك شنو يمثلك ال r يعني من نطلع طلاب يقول نطبق قانون المسافة الرئيسية بين المستقيم الذي معادلته والنقطة الخارجة عنه هذا شنو راح يمثلك هذا تقدر تقول علي شنو يمثلك ال r المسافة قبل شوية من طبقنا قانون المسافة بين النقطة المستقيم والنقطة هذا هم يمثلك يمثلك نصف القطر اللي هو r زين هس هنا طلاب هذا هنا شرح يطلع عندك تحت الجذر راح يطلع هنا عندك 9 زائد اجقذ هنا راح يكون 16 لأن سالب 4 فيه سالب 4 موجب 16 هذا راح يكون هنا 0 لأن 3 فيه 0 زائد سالب 4 فيه 0 راح يكون وموجب بالسالب راح يكون سالب 15 تحت المطلق إذن r لساوي قانون المسافة تبع عليه يمسح هذا خاط كسر هذا هنا صفر يروح إذن مطلق سالب 15 على جذر 25 هسه طلاب نجي نمسح هذا لك نموت هنا شوية نكمل ها ويساوي مطلق سالب 15 راح يطلع موجب 15 على جذر 25 راح يكون 5 إذن هنا هاي بيها واحد وهاي بيها جذر بيها ثلاثة إذن هذا من اللي طلعنا طلعنا هنا نصف القطر إذن عدي نصف قطر أو عندي مركز الدائرة منطين يا 00 إذن نطبق يا حالة الحالة الخاصة بالمحاضرة السابقة من يطيني بالسؤال ينطيني مركز 00 نقطة الأصل وينطيني نصف القطر إذن نكتب مباشرة X تربيع الحالة الخاصة إذا ذكرتوها ويا Y تربيع يساوي R تربيع إذن هنا X تربيع زائد Y تربيع ويساوي ثلاثة تربيع راح يطلع عندي راح يطلع عندي مستقيم وينطيك هنا نقطة أو ينطيك مركز تستخدم قانون المسافة الرئيسية بين المستقيم الذي معادلته X زائد BY Z C والنقطة الخارجة عنه حتى تربيع تربيع R نصف القطر وبعد ترجع تستخدم قانون المعادلة القياسية إذا كان عندك مركز موجود إذا كان 00 تكتب X تربيع زائد هذا طلابي بالنسبة لمحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات رياضيات الخامس علمي انتظرون إن شاء الله بالمحاضرة القادمة ونكمل وياكم حالات إيجاد المعادلة القياسية للقطع الدائرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة